اعلن السيد محمد صالح لمسلم رئيس نيابة التنفيذ الجنائي بالنيابة العامة عن عدد الاشخاص الذين استفادوا من قانون العقوبة والتدابير البديلة منذ انفاذ القانون وحتى نهاية شهر مايو الماضي بلغ عددهم نحو 4000 شخص تقريبا مؤكدا ان النيابة العامة ووزارتي الداخلية والعدل والشؤون الاسلامية والاوقاف يبذلون جهودا كبيرة ومستمرة لانفاذ القانون وادماج المستفيدين من العقوبات البديلة في برامج تأهيلية واصلاحية تراعي بشكل رئيسي اعمارهم وظروفهم ووفقا للاشتراطات والقواعد التي حددها القانون واكد لمسلم خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الامانة العامة لمجلس الشورى بالتعاون مع النيابة العامة ان قانون العقوبات والتدابير البديلة اثبت نجاحه واسهمه في اعادة تأهيل واصلاح المحكومين المستفيدين منه مشيرا الى ان غالبية من استفادوا من العقوبات البديلة التزموا وطبقوا القانون من جانبهم اكد اعضاء مجلس الشورى المشاركون في الحلقة النقاشية ان قانون العقوبات والتدابير البديلة يعتبر من القوانين المتطورة والمتقدمة في مملكة البحرين وله دور ايجابي في اعادة تأهيل المحكومين ليكونوا شركاء في التنمية المجتمعية